مرضى الفشل الكلاوي في الجزائر وظروف مرضى الفشل الكلاوي وأهم ما يحتاجونه سيكون ذلك محور نقاشنا هنا في البلاطو مع البروفيسور عرباوي ابتسام الأمينة العامة للجمعية الوطنية لأطباء الكلا للتصفية والزرع بروفيسور أهلاً وسهلاً صباح الخير صباح الأنوار شكراً على الاستضافة وشكراً كذلك على تلبية دعوتنا وكذلك معنا سيفيسل رحموني وهو مصاب بالفشل الكلاوي المزمن سيفيسل صباح الخير صباح خير السلام عليكم أهلاً بك وشكراً على تلبية الدعوة شكراً لكم العفو إذن بروفيسور أبدأ معك ما شو الفشل الكلاوي والفشل الكلاوي العادي والمزمن أو القصور الكلاوي لو تعطينا فكرة عامة عن هذا الأمراض إذن تكلموا اليوم عن الفشل الكلاوي بمناسبة اليوم العالمي للكلا وإحنا حبيناها تكون شهر وتكون سنة نهضر عليها يعني كامل سنة مش نهضروا على المرض ونحاولوا الوقاية منه صحيح كان الفشل الكلاوي الحاد وكان المزمن الفشل الكلاوي الحاد الإنسان يعني تمرض الكلياتاه إذا تعدى الأمر ثلاث أشهر معناها سيعد مزمن إذا كان أقل من ثلاث أشهر يعني كان أمل أنه الكليات ترجع للعمل تحها وترجع عادية وترجع نغمال إذن تكلموا عن الفشل الكلاوي المزمن عدد المرضى في بلاد نارة في تزايد مستمر يعني الأسباب عديدة وكثيرة من بينها مرض السكري مرض ارتفاع الضغط الدموي هذا أهم يعني الأسباب اللي تقدر تؤدي الفشل الكلاوي لكن أسباب أخرى اللي رح يتظهر في المجتمع تاعنا من بينها تداوي المفرط تداوي المفرط ناس عاد تشتري الأدوية من الفارماسي من الصيدلية بدون استشارة طبية ويشربوا يعني عيدها ويشربوا المدة طويلة وخاصة اللي زنطية انفلاماتوار الأدوية اللي ضد الالتهاب وضد الألم يقولك ما عليش برك عندي ألم نروح نشريه ويشربوا مدة عشر يام خمسة عشر يوم يتكرر الألم يحاول نفس الوصفة يعودها ذروا الكيلة دكتورة هذه الأدوية ذروا الكيلة وجونا يعني ناس صغار في السن وعندهم فشل كلاوي مزمن والسبب هي الأدوية لأن الكلية هي اللي تصفي هذه الأدوية لن نصح الناس أنهم يحاولوا يجنبوا التداوي المفرط ويروحوا استشارة طبية قبل ما يتناولوا أي دواء قلوا كذلك بروفيسور أن الأدوية أو الأقراص المهلوسة والممنوعات لأننا نشوفها كثيراً هذه كذلك تدخل في الأسباب نعم بين الأسباب بالنسبة للناس الصغار في السن ولا الكبار اللي راهم يتعطاوا وهذه الأمور نصحهم يجنبهم لأن الآن كامل يفوتوا على الكلية ويقدروا يؤدوا الفشل كلاوي مزمن فشل كلاوي المزمن من بين الأمراض اللي صعبة جداً صعبة من ناحية لابخيزان شارج صعبة على المريض صعبة على العائلة صعبة من بالنسبة لابخيزان شارج في المستشفى طيب جميل نتحدث مع أسي فيصل الرحمن هو مصاب بالفشل الكلاوي المزمن حاوله ناخده تجربته في الموضوع فيصل قلت لي أنه تعمل دياليز قبل يمدت عشر سنوات أكثر كيف كانت البداية فيصل كانت صعبة بزر صعبة بزر كيف أصبت بالفشل الكلاوي أصبت بالفشل كوي في ضغط داموي في بيك دو تنشون سنة 2013 في بيك دو تنشون بعد ما كنت على باليقب بتاع الموضياليز بقيت منذ وحدة ربع أيام ولا ولا مريض بزر يعني فشلان فشلان لي نوضي حاشا ما نجمش نوقف على الرجلية ما نجمش نمشي تعبهم بزر بزر كورتي عقام لما بدت تصل بطبيب وجهني لطبيب تاع الكلاوي كي شافوا بالأخرين اللقوا باللي عندي عشو سنوات سعيبة شوية فيصل سعيبة بزر أكيد أنه عانيت فيها الأمان لين عانيت عانيت وعليش جيت باش الناس إن شاء الله ما يطيحوش في نفس الغلطة في نفس الغلطة تانا وببورطانا كنت مع مقبل كنت ندير لي كونسللاشيون تاعي كل حاجة ما بسح من جهة تاع طيب الكلاوي ما كنت نعرف صحيح ما كنت نعرف ما هي المعاناة التي تعانيها أنت وش هي أكثر حاجة خوفك في المرض أو ذرك في هذا المرض ما تتحكم شو يروحك ديجا ديجا تدير بوند لاماشين راك مربوط بالماشينة سما وحد الحياة العادية كي تكون مربوط بحاجة شخول ما ما كاش كيفاش خطو واحد يكون أب عائلة والدنيا تعتقدم ولا ترتب ولادك ولا ترتب صحة تعاكل لانك ما تقدر صحة كي تكون في الوقت اللي مودياليز عندك ربع سوايا كي سهل باش تعقبو ربع سوايا ونتا مربوط بالألة ربع سوايا ونتا مربوط بالألة وصا ديبون راتنشون تاك أسكن تكون صابل تكون مشي صاب تنجم تحبط تحبط نشدو تنشون زيد تعاود يزيد يجروا معك باش عاود يطلعوا راتنشون تعال سوكي فيك راح تجري معاك أموة تعليمية سنقا يتبعوا فيك ودو كي تكمل أربع سوايا ما تخرج صحيح تفا تخرج عيان تفا تخرج أحترى دوان من ذاك دوان من ذاك سواء تخدم سواء ترتاح ترتاح طيب سي فيصل أربع ساعات شحان المرة في الأسبوع أشيء عفر تلت خطرات تلت يعني ولا تقدر تعمل ولا تقدر تنقل ولا تقدر مكيف عشت البروغرام يروحك تلت نهار بنها توقع أنه صحة الصحة نعمة بس كي علا باش تتربط نهار بنهار يجال لزنغاجمو معا ننبورتك الخدمة ما تقدرش مدوش كنت تخدم فيصل مقبل كنت نخدم ميكانيكين دي سويا وحاليا ما زال في نفس المهنة ولا ما تقدرش بس كي علا ما ينجبش اللي تحت تخدم لو يسنك صحيح أخدوم ذاك وبالك تكون صحيح وخدمة هذي تطلب قوة مهم وانت دي جار قوة دي جارك نقص تاقع الله يعني نحن عايشين في نعمة ربما مش حاسين بها إلا لما نشوفوا حالات مثل السيد فيصل رحموني طيب دكتورة ابتسام وش هو الحل مع السي فيصل وأمثال السي فيصل مع الفشل الكلاوي المزمن مش الحد الفشل الكلاوي المزمن هناك أنواع يعني من علاجات اللي نقدر نقترحها للمريض من بينها الناس اللي تعرفها هي ليمودياليز اللي هي التصفية بالجهاز لإنسان يروح ثلاث مرات في الأسبوع للمصلحة التصفية ومدة أربع ساعات وهو متصل بالجهاز والدم تاعه يخرج ويصفيه باش نوضحوا الصلاة للمشاهد يعني تاخذوا الدم يدخل في الآلة وابعدين يعود يرجع للجسم اللي تقوم الآلة بالتصفية هذا الدم نحمله كل الزوائد اللي محتاجها في الجسم كل السموم تنزحها هذه الآلة هذه مدة أربع ساعات يعني الإنسان العادي عنده آلة هنا في الجسم نعمة ربي سبحانه الإنسان عنده كليتين يقوموا بهذا الوظيفة يقوموا بوظيفة التصفية يقوموا بها كل يوم وفي كل دقيقة وفي كل ساعة كل يوم كل دقيقة متوقفش بس كل المرضى والسؤال يسألوه نقول لهم عندكم فشل كلاوي مزمن ولازمكم علاج نقول لهم ما حينديروا التصفية يقول لهم نقدروا شوية ونحبسوا نقول لهم نسألكم أسكوا من قبل كلية تاعكم تمشي شوية وتحبس الكلية ما تتوقفش تمشي أش وفينتكات صنزاغي دونك إذا هي توقفت عن العمل لازمنا نعوضوها سواء نعوضوها بالتصفية بالجهاز اللي هي ثلاث مرات وأسبوع مدة أربع ساعات ويقدر الإنسان يبقى بغنشي طول تنسي بفاصيل دجا في هذوك الأربع ساعات ضغط الدمويل لا تقدر تطلع تقدر تهبط يقدر يكون عنده دي كمبليكاسون كاردياك دونك ره معرض في أي لحظة لأنه يصرى له مضاعفات يعني دي كمبليكاسون مكين نوعية أخرى كين تصفية البيريتونية لدياليس بيريتونيال هي التصفية للإنسان يقوم بها في البيت وهي ستوندياليس كونتونيو دونك الإنسان يقوم بها في البيت ينتقل المصلحة يعني بغضي كونتخول مرة في الشهر ولا مرة في الشهرين رهي موجود أكثر من ألف مريض يرغم يديرو فيها في بلادنا وهذه تعتمد على آلة أخرى ولا وش هذه تعتمد على سيطان تويو ان تويو نديرو عملية جراحية بسيطان نديروها في بطن المريض ومبعد يدخل يعني سائل ويعود يخرجه دونك السائل هذا يدخله يخليه مدة معينة في جسمه في البطن تدعه يقوم هناك تبادل يعني السموم يعني تخرج ومبعد يعاود يخرجه يديرو ربع مرات في اليوم ومبعد في نهاية اليوم كينين اللي نقدروا نعوضولهم جهاز صغير يشبه الجهاز جهاز صغير تتلى جوغني ما يدير ويلو المريض أو يعمل ولا يقرأ سورة الولاد الصغار ولا الناس العاملة في الليل يلسا قروحوا مع الجهاز في البيت ويقوم هاد الجهاز بالتصفية عن طريق البطن إذا نرجعوا يعني مش نمدوا شوية بصيص أمل للمرضى تعنا عدد المرضى رهي قارب 30 ألف مريض اللي رهي يدير التصفية بليمو دياليز وألف اللي رهي يديروا التصفية البريتونية في الجزائر الحمد لله اليوم نقدر نقوله إنه في بلادنا ما عادش الناس تموت بالفشل الكلوي المزمن لأنه ملقاوش بلاصة في الدياليز لأنه إذا نرجعوا 20 سنة من قبل كان كاين هاد المشكل ما كانش كاين أجهزة كافية ما كانش كاين بزاف نتوفر هاد الدياليز بريتونيان التصفية البريتونية وكانت ناس تموت بالفشل الكلوي الحمد لله اليوم الناس في بلادنا ما يموتوش بالفشل الكلوي لكن الخدمة يعني لرنا قدموها نمتحسنت بصحبينها تحسن أكثر لأنه كاين زرع الكيلة إذا نهضروا على مثلا زرع الكيلة زرع الكيلة في بلادنا كاين موجود ولكن بروفيسور محتاجين القانون المتعلق بالقانون موجود والقانون بالنسبة لزرع الأعضاء موجود الدين ثاني فصل في الأمر كنا من أبوائل دولة ليهدرت يعني من ناحية الدين يعني اللي فصلت في الأمر وقالت إنه ممكن استضفنا لجنة الفتوى في أشعر الدينية والأوقاف أكثر من مرة وأجازوا الأمر يعني حلال يحبيت مرع ماذا بين من سنين الثمانينات الأمر أجاز محسوم في بلادنا ولكن في القانون حتى في القانون حتى في القانون يعني في بلادنا شكون اللي يقدر يمد للمريض العيلة تاعو سوى الوالدين سوى الخاوة تاعو سوى ولادو ومبعد القانون حاولنا نعود يعني حاولوا دراسة هذا القانون هذا وحاولوا إذن يسايا دلار جيران بو ضنك عاد الزوجة والزوج يقدر يمدوا بناتهم الزوجة تقدر تمد الزوجة العم عاد يقدر يمد كالناس بزاف يسألون يا ما تسألوني قالوا لي الأصدقاء الناس يعني ما نعرفوه مش أسكو يقدروا يمدوا القانون الجزائري حاول يضبط هاد الأمور وكان صارم في الأمر أعليش مشي ما تصراش متجرة بالأعضاء نقدر نطمئن الناس أنه في بلادنا الأمر هذا ما كانش لأنه لا غير في غنار زرع الأعضاء وخاصة الكيلة في بلادنا يصرى في الببليك عند الدولة ما يصراش في البخيفي في إطار قانوني في إطار قانوني محدد غير متاح في بلادنا وممنوع لأننا نخاف برهيسرة فيها أمور مادية يعني الأقارب مقبول والدين إخوة ربما هذا من المطالب الفشل اللي عندهم الفشل الكيلوي حابين يوسعوا شوية الرقعة عن المتضرعين نحن على الشرعنا هاد اليامات نهضروا كثر وحابين تكون مشي يوم العالمي للكيلة مهو الشهر الكيلة حابينها تكون سنة للكيلة مش نهضروا على الزرع الأعضاء وخاصة كلا من عند المية الدماغية جميل طيب نحط على هذه النقطة كذلك مهمة فقط سيفيس نرجع ليك أنا أريد أن أشكرك لأنك أسريت على الحضور معنا رغم أنه أنت مريض بالفشل الكيلوي المزمنة منه لك الشفاء حابين تحضر باش توصل رسالة مرضى الفشل الكيلوي وش هي رسالة هؤلاء المرضى ورسالتك أنت كذلك أنحوصوا باش نقولوا الناس ما تطعش في الغلطة في الغلطة هذي ولا قدر الله مرض توجوني كونسلتاشون كاين كين دواء يسمى الناس يزم تروح كونسلتيروها باش ما تلحقش لهالدرجة هذي خطرة لا بقعت هكذا أسخا كونضاني هذي واحد وماذا بينا كما قدل البروفيشر كون زرع الكيلة باش هذو اللي هم جايين أنك هلا قدر راح بايش ريجو لك شوحد هكذا يلقى تجير الناس بار وليو يروح الماشينة يندلو لغرف بتاعه يعيش حياته نورمان صحيح ما يبقاش أنا قال فيصل وش هي الأمور الممنوعة عليك مديرهاش وأنت مصاب بالفشل الكيلة وش وش يعني مشتاق وش متوحش كين بزاف كين دلوريجي ماريومنتر ما عندكش قانون تاكلوش تحب مثلا وش الممنوع عليك وش مشتاق باش تاكل مثلا مشي احنا كان أمور شوية مسموحي مساعدك بايزام 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 تقريم ممنوع كيمة الطمار كيمة البطيخ كيمة لسوريز يبقود هذو ما تاكلوه همش تاكل حاج قليل كترح المشينة ولا بسح ما تاكلوش كش عكا حب تاكل برابور واحد صحيح صحبي ياكل اشعف بانان كونبلي نجم ياكلون نجم ياكلون نجم ياكل بانانا كونبلي يزم تاكل مصر ولكن تاكلت بانانا ما تاكل معه مر ولكن تاكلت بانانا ما تاكلت باتيخ هذو أمورات تبيت بايزام مانجي كيما يكون إنسان صحيح لسح فهذا انا اضروا وراي طبيبات تفسر باش انسان يسمى العضاء التوع كي يكونوا ملاح يحافظ عليهم مكسيمون بس كي يكون يحافظ عليهم يأكلون شي يحب طيب وبالنسبة شرب الماء والسوائل وغيره يعني حساب حساب يعني تشرب الماء حساب ما تخذت تشرب الماء مثلا كمالي حساب عادي حتى يروى مثلا تشرب نصف كأس تشرب تشرب عمرا كش حال باش تسيل غدوان من ذلك بسكو علا يتوطلع جواني قدامك لانك شرب دوكا ملحشية لا تقدرش شرب بس كون بعد تكتولي اونوا بي ما تتواجمش تليش بياري لا تقدرش تليش بياري معنا تكبير اسفايسر صحيح طيب اسفايسر ان والله الوقتي وداهمني والزملاء يقولوا لي اختم ولكن معلش وشون يدائكم للسلطات اليوم لوزارة الصحة والمسؤولي القطاع الصحي وش تطلبوا منهم باش يحسنوا ظروفكم على الاقل وباش يسهلوا عليكم هذا المحن اللي تعيشوه احنا ماذا بنا في هذا تعلاق رفنيلا ديجا يزديوا يسهلو فيها ان شاء الله يوسعوها ان شاء الله فيصل انت ملقيش متبرع ملقيش متبرع ان شاء الله يسهلو لكم هذا الامر والانسان يخلي دايما عنده امل في الله عز وجل انه تلقى متبرع وتعود تعيش حياتك كما كانت قبل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان تكون الرسالة قد وصلت شكرا لك في فيصل بروفيسور ابتسام الارباوي الامينة العامة للجمعية الوطنية لأطباء الكلاة لتصفية والزرع اختم معك وان شاء الله تكون اجابتك باختصار بروفيسور الانسان صحيح المعافرة في نعمة الكليتاة وتخدم 24 ساعة على 24 ساعة وهو نائم وهو قاعد وهو نايم في كل وقت في كل وقت بلا ما نحسوا يعني احنا في نعمة كبيرة لازم نحافظ عليها علميا كيف يمكن نحافظ على الكلاة وشي الامور اللي لازم نتجنبوها مثلا وشي الامور اللي لازم نديروها علميا الانسان لازم يشرب الكمية كافية من الماء لازمهم نصيحة اللي نمدوها لهم لازم تشربوا كميات كافية من الماء سورتوك يكون صيف تكون سكينة سخانة الانسان يشرب كميات ما لازمش ثاني تداوي المفرط الانسان يحاول يشوف الطبيب بتاعه هو اللي يعطيه الدواء تجنب هاد اللي زنتي انفلاماتواء وفي نفس الوقت الانسان اللي عنده السكاري ولا الضغط الدموي انه يقوم بالمتاعبعة ويقوم بالتحاليل اللازمة سواء تحاليل الدم ولا تحاليل البوت يقوم بها دوريا شك تخوة مواء حسب اللي زانة اللي ساعه إذا كان ارتفاع مام قليل في تعيير الدم في تحاليل الدم ولا البول لازم يتوجه الأطباء الكلاة الحمد لله النعمة اللي عندنا أطباء الكلاة عدوا موجودين في بلادنا وتموفرين ورغم في خدمة هذا المريض أمور بزاف تغيرت ومدوا الأمل للمرضى واجأس بغ ان شاء الله زرع الكلاة من عند الميت دماغيين تكون متوفرة في بلادنا لهذا راح نديروا في الجمعية تعنا نكورس سوفاندغودي إن شاء الله في مدينة رويبة لك على الانهر ملات دياليزي من بينهم لسنتر تعنا تعريبة من 1978 لبدا في سنة 78 لدينا مريض قديم أكثر من 40 سنة سوف يدير دياليزي لكينا لكونا على كرس 5 كم لقد فعلنا للملات لغرفة من دونر كدفيري مرحبا بكم تفضل معنا وإن شاء الله يكون عام زرع الكلاة للمرضى إن شاء الله ربي شافع الجميع شكا جزيلا لكي بروفسور السيفيصل كذلك شكا جزيلا لك وتمانيتنا لك بأشفاء العجل موشايري لأفادل أخبارون الأزالة